اشتركوا في القناة اكيد انت وصلت لمواقع اونلاين بتقسم ملفات الصوت لكن اكيد بتكون محدودة بالاستخدام سواء بحجم او طول مدة الملف الصوتي اليوم رح نتعلم مع بعض كيف رح نقسم الملف الصوتي مهما كانت مدته عن طريق برنامج مجاني 100% وسهل الاستخدام هو برنامج اوداستي بنيجي بندخل على منصفح الجوجل كروم زي ما انتم شايفين بنكتب اوداستي داونلود بنضغط على داونلود اوداستي طبعا رح نترك رابط الصفحة في صندوق الوصف اما في عندي ثلاث خيارات للتنزيل البرنامج حسب نوع او نظام التشغيل الموجود على جهازك احنا رح نختار الويندوز طبعا برضو هون في عندي اربع خيارات للتنزيل اه مثلا في عندي الاربع وستين بت انستولر بنزل دايريكت في صيغة اي اكس اي او انزله على شكل اه ملف مضغوط رح اختار الملف الاي اكس اي اضغط داونلود نستنى عملية التنزيل هو برنامج حجمه صغير خمسة عشر ميجا تقريبا هيك نزل معنا البرنامج اللي هم نضغط على البرنامج حتى نفتحه نضغط نختار لغة التطبيق عندنا او لغة البرنامج رح اخلي انجليزي نضغط اوكي بيها نيكست نيكست هون بنختار كمان مكان تنزيل البرنامج رح اخلي باي ديفولت نضغط نيكست هون كريات ديسكتوب شركت انه عشان يضع الشركت على ديسكتوب نضغط نيكست بعدين انستول بننزل هاي الصفحة نضغط نضغط فنش هاي واجهة التطبيق زي ما انتم شايفين في عندي على ديسكتوب ملف اوديو بسيقة ام بي ثري زي ما انتم شايفين حجم اربعمية ميجا والوقت سبع ساعات وتسعتاشر دقيقة بنجلان على البرنامج على فايل اوبن ديسكتوب ماي اوديو زي ما انتم شايفين هذا هو الملف نضغط على اوبن انا نستنى عملية تحميل الملف الصوتي على البرنامج الآن بعد ما تم رفع الملف الصوتي على البرنامج نجد العملية التقسيم لا أريد أن أعمل حقوق الطبيع والنشر لا أصبح لدي أي مخالف على القناة كما ترون طول مدة الملف الصوتي السبع ساعات الآن نأتي على الخيار التقسيم ما نريد أن نقسم؟ ما نريد أن نقسم؟ ما نريد أن نقسم؟ كل ساعة؟ كل ساعة؟ حسب المدة التي نريد أن نقسم كل ساعة نتأكد هذه العلامة مضغوطة نضغط على المدة الساعة ثم نضغط على كونترول وحرف البي كما تروني أن نظهر معنا هذا الخط الأصفر نقسم أول قسم نظر علينا هذا المربع المستطيل نكتب الملاحظة أو الاسم الملف اللي راح نقسمه طبعا التقسيم بيجي من الخط وجهة اليمين هذا القسم ما بنحسب بعد ما نخلص التقسيم راح نيجي لطريقة كيف نحفظ كمان الجزء الأول نيجي مثلا القسم الثاني على الساعتين برضك كنترول وحرف البي أنسينا هاي نكتب مثلا هذا رقم اثنين هذا الجزء رقم اثنين لأنه هذا واحد وهذا اثنين الآن ثلاث نيجي على التقسيم الثالثة كنترول وحرف البي أربعة على التقسيم الرابع كنترول وحرف البي الخمسة بعدين على الساعة الخامسة هون كنترول وحرف البي ستة نيجي بعدين على التقسيم السادس أو السابع كنترول حرف البي بعدين بنخلي القسم ها زي ما هو أو بنقسمه زي ما بدنا بنجي بنضغط على فايل على الاكسبورت اه اوديو زي ما نشوفين هاي صفحة او اعدادات حفظ ملفات الصوت اول شي بيجي عنا فالنيم اللي هو اسم الملف الاوديو اللي حملنا على البرنامج بعدين عنا الفولدر اللي هو مسار حفظ ملفات الصوت بعد هيك في عنا صيغة الملفات الصوت اللي راح نحفظها بايش الصيغة اللي بدنا نحفظ فيها الملفات هن راح اخلي على ال mp3 هاي الاعدادات نخليها زي ما هي نتأكد خيار multiple files نحطوط على هذا الخيار هاي الاعدادات نخليها زي ما هي هون عنا هذا الخيار عشان يحفظنا اول قسم بملف الاوديو لازم يكون هنا موجود بعدين بنيجي بنضغط على export بهاي الطريقة راح يتم حفظ ملفات الصوت كاملة السبع اجزاء او ثمان اجزاء هن نستنى عملية التصدير او الاكسبورت او الحفظ هون تشعفين هيك انتهينا من تكسيم ملف الصوت السبع ساعات سبع فايلات هاي سيت فايلات مع الملف الاول بطلعوا سبعة لان نضغط اوكي نيجي ننزل صفحة البنامج نيجي على ملف الاوديو زي ما انتوا شايفين هاي الملفات اللي احنا قسمناها ها هو الملف الاول راح نغير نكتب واحد هيك بصيروا سبع ملفات وبهيك انتهينا من شرح الدرس اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا واذا اعجبكم الفيديو ياريت ما تنسونا بلايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكوا منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته